إنسانياً كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن أن مدينة الموصل بجانبها الأيسر والأيمن تشهد انتشاراً كبيراً للأمراض خاصة بين الأطفال وذلك بسبب الجفاف وسوء التغذية وانتشار الجثث المتعفنة في الشوارع وقال المرصد في بيان له إنه وثق 276 حالة إصابة بمرض التفويد بالجانب الأيسر للمدينة بسبب نقص المياه الصالحة للشرب المرصد طالب وزارة الصحة العراقية بالقيام بواجباتها وإرسال الأدوية إلى المراكز الصحية في الموصل وتقديم المساعدات الطبية للنازحين بأسرع وقت منعاً لانتشار الأمراض والتسبب بحالات وفيات جديدة